يدفع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ثمن فشل سياسته المتناقضة ليواجه ما قام به من فساد بات يلاحق حكومته في ظل مظاهرات احتجاجية شعبية تطالب باستقالة حكومته ليصل الفشل إلى انخفاض تاريخي ولأدنى مستوى في سعر الليرة التركية التي تراجعت لتبلغ 2.467 مقابل الدولار الأمريكي الواحد مع ترافق في هبوط لمؤشرات البرصة حيث تراجع المؤشر الرئيسي لبرصة اسطنبول 3.77% بالرغم من تدخل البنك المركزي فيما ارتفعت عائدات السندات التركية في الأسواق محققة أعلى معدل خسارة بـ 62.129 جزءا من النقطة التعديل الوزاري الذي أجره أردوغان على حكومته لم يكن له أي تأثير إيجابي على الاقتصاد بل على العكس من ذلك لتشهد العملة التركية أكبر خسارة في تاريخها مفضية عن أزمة اقتصادية حادة وصلت خسارتها إلى الآن إلى 15% أي ما يقارب 25 مليار دولار أزمة قد تنهي أسطورة النمو الأكبر الذي تحقق في ظل حزب العدالة والتنمية التي ترجم سياسة صفر مشاكل إلى صفر حلول داخليا وخارجيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر